السلام الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينبر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الغرب زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها فعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حشدا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آباء في الكهف سنين رجدا ثم بعثناهم لنعلم أي الهزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نداهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم من افترى عن الله كذبا وإذ أتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويغيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيطابا وهم رقود ونطلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم زرارا لوليت منهم زرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليبثاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فلعتوا أحدكم ببيقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيهانا أزجى طراما فليأتكم برزء منه وليتلطق ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فيهم الذين ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا هلوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم متجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستث فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة من سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما رؤي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولهم تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم تراجقها وإن يستغيثوا يغازوا بماء كالمهر يشمل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عبر تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثاورا من داب ويلبسون ثيابا خطرا من سودس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلي جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتناهما بأخل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة طائمة وليه جدت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطبة ثم ثواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعزى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حصدانا من السماء فتصبح صعيدا زلطا أو نصبح ماءها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأهيط بثبري فأصبح يقلب كثفين فأصبح يقلب كثفين على ما أنفق فيها وهي خاوية على غروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلفنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما غللوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذ ذي فكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذوا له ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى مدرمون النار فهم أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحظوا به الحق واتخذوا آياته واتخذوا آياته وما أنفروا هدؤات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إنا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يبقروا أن يبقروا وفي آذانهم مقرى وإن يتدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور والرحمة لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا بمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ تبيله في الزحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا وصبا قال أرايت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنزانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ تبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتبا على آتانينا قصصا فوجدا عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وألمناه من لدن ما جلما قال له موسى الأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك بنت استطيع مني صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به صبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال أفرقتها لتغرق أنها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك بنت استطيع مني صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري العسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مني صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاهبني فلا تصاهبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أبيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدا يريد أن ينطب فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولهذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما قريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا منه ثكاثا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلام يدينه في المدينة وكان تحته ينزل لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدلهما شهدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنائين قل سأتلو عليهم من ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا ذلغ نغرب الشمس وجدها تغرب فيه عين حمئة وجدها تغرب فيه عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذلكرنين إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن ورمر صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدا من دونه ما قوما وجدا من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذلكرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قالوا انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصطابوا أن يظهروا وما استطابوا له نقبا قال هذا رحمة من ربه فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يمود في بعضهم ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرقنا جهنم يومين للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد من دوني أولياء إنا أعفدنا جهنم للكافرين ندلا قل هل ننبلكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جباؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزآ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس هزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر من ذلك كلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا به منه مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربهم فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا شكرا